بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري مع نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان هشام نهرو برامج ومشاريع خطة الوزارة للعام الجاري 2023 وسبل التنسيق مع الصندوق لعمل تدخلات تنموية بما يعزز الشراكة بين الحكومة والصندوق وأكد الزعوري على الدور الذي يطلع به صندوق الأمم المتحدة في دعم البرامج الإنسانية والتي منها ملاكس دعم النساء لبناء قدراتهن وتنمية مهاراتهن مثمنا جهود الصندوق في هذا المجال كما تم بحث أسس وإجراءات التعامل بين الصندوق والوزارة والعمل لخلق علاقة شراكة مباشرة بين الجانبين بما يعزز جوانب التنسيق لتقديم مشاريع وبرامج أفضل تخدم المجتمع في جميع مناطق البلاد وأشار الزعوري إلى أهمية تنفيذ برامج خطة الوزارة للعام الجاري التي يمولها الصندوق لضمان سهولة الإجراءات والمتابعة والإشراف على الأنشطة بصورة أفضل مجددا دعوة الحكومة للمنظمات الدولية والوكالات الأممية والصناديق للعمل المباشر مع الإدارة المختصة في الوزارة والبحث عن آليات جديدة تسهم في تطوير الأداء وبناء القدرات وتعزيز دور المؤسسات الرسمية من جانبه أشد نهر بالتعاون الإيجابي بين الصندوق والحكومة مؤكدا استمرار الدعم لجميع البرامج الإنسانية وتقديم الخدمات والعمل للبحث عن قنوات يتم بموجبها التعامل بصورة مباشرة مع الوزارة أثناء تمويل وتنفيذ الخطط والبرامج ترجمة نانسي قنقر